أهمية الشراكات المتعددة الأطراف للإتحاد الإفريقي في إطار تعاون الربح المتبادل موضوع طرحه وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج نبيل عمار خلال كلمة ألقها على هامشي مشاركته في أشغال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي شدد خلالها على أهمية المراقبة النشطة لنتائج هذه الشراكات تحقيقا لأهداف أجندة 63.000 للتنمية وإجراء مشاورات سياسية منتظمة مع الشركاء انطلاقا من القيم والمبادئ المشتركة لمواجهة التحديات الدولية الجديدة مع الأخذ بعين الاعتبار للقضايا الجيوسياسية العالمية مؤكدا في هذا الإطار موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية كما تناولت كلمة تونس مسألة استرداد الأموال المنهوبة وفي هذا السياق حث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج مفوضية الاتحاد الإفريقي على إلى اهتمام خاص لهذا الملف خلال أي تعامل مع الشركاء داعيا إلى تقديم الدعم اللازم للدول الأعضاء في جهودها الدولية لاستعادة الأموال المنهوبة مجددا الدعوة إلى موصلة جهود الإصلاح الرمية إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والترشيد في النفقة مع تخفيف العبء عن الدول الأعضاء ووضع سياسات حسن السلوك والمساءلة داخل الاتحاد الإفريقي وفي مدخلة حول تفعيل منطقة التبادل الحرى الإفريقية القارية أكد نبيل عمار أهمية هذه المنطقة في تنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية مشيرا إلى ضرورة تشريك القطع الخاص في النهوذ بالتجارة الإفريقية وإلى مزيد تشبيك العلاقات بين رجال الأعمال الأفريقى تترق الوزير إلى الخطوات التي قطعتها تونس في مجال تفعيل هذا المكسب الإفريقي الهم وبمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج محادثة مع نظره الموريطاني هنأه خلالها بترأوس موريطانيا للإتحاد الإفريقي هذا العام كما جمعته جلسة عمل بنظره الأثيوبي هنأه خلالها بمنصبه الجديد موجها له الدعوة لزيارة تونس كما عقد نبي العمار لقاءا مع الأستاذ هازجر جلديش تقدم لها خلاله بأحر التهاني على إثر تعينها مؤخرا مستشارا قانونيا للإتحاد الإفريقي والتقى وزير الشؤون الخارجية كذلك بعدد من نظره الأفريقى تبادل معهم الأراء حول جملة من المسائل المضمنة في جدول أعمال هذه الدورة فضلا عن المسائل الثنائية ترجمة نانسي قنقر